وفي ردد الفعل الدولي أعرب المستشار الألماني ألف تشولتس عن ارتياحه لنتاج الاتخابات الفرنسية معريبا عن أمله في أن ينجح الرئيس الفرنسي والنواب المنتخبون في تشكيل حكومة بناءة أنا والد7 والدنسية وعائزة القادمة أتمنى إذا كان الانشان الأنسي لن اجلب أن العامل مكينة في الوقتر المنتخبون في قبوة الحكومة المترجم للقناة. اكدت الرئاسة الروسية متابعتها باهتمام مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا. كما جدد الكريملين اتهامه لفرنسا بعدم إظهار إرادة سياسية قوية تستهدف إعادة علاقات موسكو مع باريس. خصوصا مع فشل حزب التجمع الوطني في الوصول إلى السلطة في فرنسا. والذي يعتبره معارضوه متساهلا مع روسيا. إذن مشاهدين الكرام لمزيد من الحديث. سوف يكون معنا من الجزائر سيد حمزة بوغادي. رئيس مؤسسة الدراسات الاقتصادية في الجزائر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم من الجزائر. إذن نبدأ الحديث الآن من حيث وصلت الأحداث السياسية في فرنسا. فرنسا الآن في تشكيلة حزبية جديدة قد تؤثر بشكل أو بآخر على سياستها الخارجية. بداية اليوم ماكرون ثبت رئيس الوزراء. ولذلك تدعيات كثيرة. كيف تقرأ الموقف؟ كيف تقرأ أداء الحكومة القادمة في ظل رئيس الوزراء؟ وأيضا الرئيس الفرنسي السابقين. أكيد بالحديث عن التغييرات السياسية العميقة التي تحدث حاليا في مجمل الدول الأوروبية. سواء في فرنسا كدول محورية كفرنسا أو كبريطانيا أو حتى ألمانيا. الواضح والجلي أنه في فرنسا نبحث عن الاستمرارية بحكم أنه فرنسا لديها حاليا الكثير من الجبهات. هي مقبلة على تنظيم أحدات رياضية كبرى كالأولمبياد. فيه كثير من الأمور أو المشاكل الاقتصادية العميقة التي تعاني منها فرنسا ككل دول الأوروبية الأخرى. من تضخم ومن تفشي البطالة ومن صعوبة في المنافسة. يوجد الآن حاليا ظاهرة في الدول الأوروبية التي بنت أو لطيلة سنين كان ازدهارها الصناعي والاقتصادي مبني على طاقة روسية رخيصة. كانت لديها القدرة. الخطط الأعمال كانت دائما في منافسة كبيرة مع باقي أسواق العالم أو باقي منافسي العالم. حاليا تقريبا هذه الظاهرة هي الخروج أو نزيف لدى النسيج الصناعي الأوروبي بصفة عامة. وأيضا الصناعيين في فرنسا لديهم الكثير من الصناع والصعوبات لم يعد بمقدورهم المنافسة في السوق العالمية. بفعل أيضا التوجه الطاقة التي كانت تتحصل عليها أوروبا بأتمان جد مقبولة إلى الهند وإلى شرق آسيا. إلى الصين أيضا التي تدعمت بهذه الطاقة. لذلك فرنسا في هذا السياق الدولي المحموم أو حتى مشاكلها الاقتصادية الصعبة تبحث عن استمرارية. تبحث عن الخروج من هذا المأزق. في ظل هذه الاستمرارية وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية التي أشرت إليها بشكل كبير. الآن دعنا نتحدث عن الجزائر وأيضا دول المغرب العربي بشكل عام. لكن الجزائر خصوصا بحكم أنها لاعب أساسي في مجال الغازة على وجه التحديد. الجزائر هي أيضا ما بين علاقة وطيدة مع روسيا وكذلك علاقة مباشرة مع الدول الأوروبية في أكثر مجال. خاصة المجالات الاقتصادية النفط والغاز وكذلك من الجوانب العسكرية. دعنا نقول كيف تبدو فرص الجزائر في هذا الصراع بين روسيا وبين أوروبا ككل وأيضا فرنسا تحديدا. في هذا الموضوع يمكن تحديد العلاقة الجزائر ما بين الدول الأوروبية وبين روسيا. في ممكن مستويين أو بالرجوع إلى فهم تركيبة السياسة الخارجية الجزائرية التي دائما ما كانت مبنية على التوازن. كانت دائما سياسة خارجية متوازنة تبحث دائما عن أو تلتزم دائما بالمبادئ الأخلاق السياسة الدولية. مبدأ حسن الجوار. مبدأ التعامل أو الاحترام المتبادل ما بين الدول. عدم تدخل في شؤون الدول. تقريبا هذه السياسة تابتة منذ استقلال الجزائر. أعطتها أو منحتها الاحترام الكامل من قبل هذه الدول. وعطاها أيضا تأثير كبير في الدبلوماسية أو في الساحة الدبلوماسية الدولية. هذا من جانب. من جانب آخر الجزائر الآن في خدم أو تقريبا هذا سياق الأزمة الحالي. جاء فيه أو تزامن مع أن الجزائر لديها مشروع اقتصادي كبير. يعني للنهوض باقتصادها الوطني والخروج من التبعية للمحلوقات. فيه إصلاحات عميقة مثل القوانين الاستثمار أو قوانين التي تتعلق بالاقتصاد. الاستثمار الأجنبي الآن أصبحت تجاذبية كبيرة بالنسبة لجزائر. بالنسبة للاستثمار الأجنبي. تبحث الجزائر حاليا عن توطيد أو تعظيم علاقتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي. بنفس المسافة مع روسيا أيضا. بدون يعطاء أو الميل باتجاه محدد. الجزائر وضحت هذا الأمر في الكثير من المناسبات. على لسان رئيس الجمهورية الذي قال أن الجزائر لديها طموحات. نحن نبحث عن طموحنا المشروع الذي هو تطوير اقتصادنا وتطوير علاقتنا التجارية والاقتصادية مع كل الدول بنفس المستوى. صحيح أن العلاقة مميزة ما بين الجزائر وروسيا. ولكن روسيا أيضا تحترم الجزائر لتفهم أن مصالحها الاقتصادية مربوطة بشكل كبير مع دول الاتحاد الأوروبي. لأنه فيه علاقات أيضا اقتصادية تاريخية. ما بين الجزائر وإيطاليا على سبيل المثال. الجزائر وإسبانيا. الجزائر وفرنسا. لذلك هذا هو تقريبا التوجه أو النظرة الجزائرية لهذا الوضع. هذه النظرة الجزائرية التي أشرت إليها أنها نظرة متوازنة. تبحث عن مصلحتها بالدرجة الأولى وتحترم حقوق الآخرين. هذا الوضع أو هذا السياق الذي تكون فيه الجزائر. هو يمنح الكثير من الفرص بغياب السوق الروسي عن الاتحاد الأوروبي. هناك فرصة للجزائر بأن تكون بديل أو أن تكون جزء من أي بديل حالي أو مستقبلي. أسأل الآن عن هذه الفرص وأيضا ماذا يجابهها من تحديات في المقابل. وكيف تتعامل معها؟ الجزائر منذ أول يوم للأزمة ما بين روسيا والإتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية. الجزائر كانت جد واضحة في موقفها. لدينا طموحات صحيح. لدينا خطط تطويرية لتصدير الطاقة التي تعتمد عليها الجزائر كثيرا في موازنتها العامة. دول الأوروبية رأت في أن الجزائر بديل طاقوي مهم لتخلي عن الطاقة الروسية. ولكن ليس بهذه السهولة أو بهذه البساطة. لأن لو نرى حجم الاعتماد الذي كان لدى الدول الأوروبية للطاقة الروسية للغاز الروسي. على سبيل المثال، لننتكلم عن أكثر من 100 مليار متر مكاحب عبر أنبيب. وأيضا بخطط استكشافية ضخمة وإحتياطات ضخمة بالنسبة لروسيا. لسنا هنا في مجال للمقارنة. وإنما كانت خطة أو رأت الدول الأوروبية أن الزيادة في تدفقات الغاز الجزائري سيكون بمثابة امتصاص. ولو بنسبة جيدة أو بنسبة قليلة لأزمة الطاقة. لذلك الجزائر كانت جد واضحة أننا لدينا كل الخيارات لزيادة في إنتاجنا. ولكن تعالوا استثمروا. لأن الجزائر لديها خطة تمويلية بالنسبة للاستكشاف والاستثمار في المجال الطاقوي محددة وواضحة. ولا تستطيع المغامرة في صراعات كبرى ليست معنية بها. هل تعتقد أن الجزائر قد نجحت في هذا الأمر؟ هل استطاعت أن تجذب الاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر للاستثمار في مجال الطاقة تحديدا؟ وأيضا ما هي أبرز المشروعات التي تفك الجزائر في التوسع فيها في هذا المجال تحديدا؟ أكيد أن الجزائر نجحت لأن الجزائر كانت دائما تنجح أو تسير المراحل. الحساسة باقتدار من أيام الحرب الباردة كانت دائما ما بمنأة عن هذا الاستقطاب ما بين الدول. كانت دائما متوزنا في سياستها. وأيضا نجحت أيضا في استقطاب الاستثمارات. بالنسبة لو نرى التعاقد مع إيطاليا بأكثر من أربعة مليار دولار. في تعاقدات مع شركات فرنسا وإسبانيا. أيضا في استمرارية وموتقية بالنسبة للجزائر. حتى في خضم أزمة أو الفتور الدبلوماسي الذي مر بين البلدين. الجزائر نجحت بتميز في تسيير هذه المرحلة. وأيضا حتى المجالات الأخرى فيه مدكرات تفاهم. وفيه كثير من اتفاقيات الاقتصادية. ما بين الطاقات الجديدة أو الطاقات النظيفة. في التعليم في المؤسسات الناشئة. في الصناعات الخفيفة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لدينا حاليا الكثير من التدفقات الاستثمارية من الجانب الأوروبي. أو حتى من جانب الدول الصديقة. أو الدول التي تربطنا علاقات فيها علاقات اقتصادية جد ممتازة. كتركيا، كصين، كقطر. كروسيا أيضا فيه تعاون. أو كانت فيه زيارات لرئيس الجمهورية. للرفع من تعاون الاقتصادي إلى مستوى لا بأس به. لذلك الجزائر وفقت لحد بعيد في تسيير هذه المرحلة. الآن دعني أسأل الاقتصاد الأزمة الأوكرانية أو الحرب في أوكرانيا. هي من دعت الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن روسيا. ومحاولة الاستغناء بقدر كبير عن الغاز الروسي. في الجانب الآخر الاقتصاد. هل تعتقد أنه هو الباب الذي يمكن أن يفتح لعودة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي؟ أم أن الأزمة الأوكرانية أكبر من أن يحرك الاقتصاد أي جامد في هذه العلاقات؟ أكيد أن العلاقات ستعود يوما ما إلى طبيعتها ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي. لأن العلاقة هي أكبر من حرب أو أزمة عابرة ممكن ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي. لأنه فيه امتداد طبيعي وتاريخي وتقافي وأيضا تشابك اقتصادي كبير. لأنه الآن دول أوروبية تحت فيه تباين ما بين الرياكشنز أو أرضات الفعل الشعوب التي تعاني من زيادة في أثمان الطاقة وتتحمل تبعات هذه الحرب من تضخم كبير من غلاء الأسعار من الكثير من المشكلات الاقتصادية. وأيضا الحكومات أو الدول التي تذهب في اتجاه تأزيم الوضع ما بينها وما بين الدول الأوروبية. صحيح أن الدول الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتجهت في اتجاه خطر. وهو الاعتماد المفرط على الحماية الأمريكية وأيضا النفوذ الأمريكي على تقريبا على قراراتها أو صنع قراراتها. هذا ما يخليها دائما تأثير تأثيرات سلبية لأي أزمة أو حتى رؤاها تختلف أو تتباين ما بين الدول. في دول تتواصل تعاون مع روسيا وتأمل عودة العلاقات مع روسيا. نعم شكرا جزيلا لك سيد حمزة بوغادي رئيس مؤسسة الدراسات الاقتصادية في الجسائر. شكرا جزيلا لك.